المحفزات والمثبتات في التفاعلات الكيميائية مرحبا يا عبدالله، كيف حالك؟ بخير حال يا سالم، ماذا تتناول؟ أتناول رقائق الذرة اللذيذة، ولكني حضرت لأسألك عن شيء وجدته مكتوبا على العلبة، وما هذا الشيء؟ مكتوبا على العلبة، مضاف إليها مركب هيدروكسيتولوين، بي أتش تي آه، أنت تقصد المواد المستخدمة لإبطاء التفاعلات الكيميائية؟ وما علاقة هذا المركب بإبطاء التفاعلات الكيميائية؟ هذا المركب يقوم بإبطاء فساد هذا النوع من الغذاء، ويجعله صالحا للاستخدام مدة أطول وتسمى مثل هذه المواد بالمثبتات، إنهيبترز وهي مواد تعمل على إبطاء التفاعل الكيميائي، وتجعل عملية تكوين المواد الناتجة تحتاج زمنا أطول إن كان هناك مواد تساعد على إبطاء سرعة التفاعل، فأستنتج من ذلك أن هناك مواد أخرى تستخدم لتسريع التفاعل الكيميائي فهل هذا الاستنتاج صحيح؟ نعم، وتسمى هذه المواد بالعوامل المحفزة وما المقصود بالعامل المحفز؟ العامل المحفز، كاتاليست، هو مادة تساعد على تسريع التفاعل الكيميائي، ولا تستهلك أثناء التفاعل أتقصد أن العوامل المحفزة تعمل على إتاحة ظروف مناسبة تساعد المواد المتفاعلة على التفاكك والتصادم لكي يتم التفاعل الكيميائي بسرعة أكبر؟ أحسنت يا سالم، وهل هناك أمثلة على ذلك؟ من أشهر أمثلة العوامل المحفزة، ثاني أكسيد المنجنيز، MNO2 ويمكنني أن أشرح لك بالتجربة كيف يساعد هذا العامل المحفز على زيادة سرعة التفاعل سنحضر أمبوبين، ونضع فيهما كميتين متساويتين من محلول فوق أكسيد الهيدروجين ثم نضع في الأمبوب الثاني كمية صغيرة جدا من ثاني أكسيد المنجنيز ولتخبرني ما تلاحظه ألاحظ أن هناك فقاعات كثيرة تكونت أسرع في الأمبوب الثاني ملاحظة دقيقة والسبب في ذلك هو وجود العامل المحفز الذي زاد من سرعة التفاعل الكيميائي وهل يدخل العامل المحفز في التفاعل الكيميائي؟ لا يدخل العامل المحفز في التفاعل الكيميائي ليس هذا فحسب وإنما لا يحدث لتركيب العامل المحفز أي تغيير كيميائي وهذا هو السبب في بقاء كمية ثاني أكسيد المنجنيز بعد التجربة كما هي والآن سأطرح عليك سؤالا ما الذي يسرع التفاعلات الكيميائية التي تتم داخل جسمك؟ مؤكد أن هناك عاملاً محفزاً داخل أجسامنا بالضبط فهناك مواد طبيعية تعمل على تسريع التفاعلات الكيميائية التي تتم داخل جسمك وتسمى الإنزيمات والإنزيمات نوع من البروتينات تنظم التفاعلات الكيميائية في الخلية دون أن تتغير نعود إلى أنبوب الاختبار الأول فوق أكسيد الهايدروجين ونضيف إليه قطعة من البطاطا ونلاحظ ما سيحدث لقد تصاعدت فقاعات ولكن ما السبب؟ السبب في ذلك أن نبات البطاطا أنتج إنزيماً يسمى إنزيم الأكسيديز الذي قام بإسراء عملية تفكك فوق أكسيد الهايدروجين ومن ثم زاد من سرعة التفاعل رقائق الذرة كانت سبباً في حصولي على الكثير من المعلومات إذن فلتلخص لي ما استفدته اليوم المثبتات هي مواد تعمل على إبطاء التفاعل الكيميائي وتجعل عملية تكوين المواد الناتجة تحتاج زمناً أطول العامل المحفز هو مادة تساعد على تسريع التفاعل الكيميائي ولا تستهلك أثناء التفاعل الإنزيمات هي العوامل المحفزة التي تسرع التفاعل الكيميائي الذي يحدث داخل إجسامنا ترجمة نانسي قنقر